مرحبا بك عزيز المشاهد في هذا الفيديو ومرحبا بك في قناتي مجتمع دواؤك إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بنقدم لك دواعي استعمال دواء راني تيدين إن شاء الله وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو أدعوك لإشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد ورجاء ندعم لي بالضغط على زر اللايك فيتعني لي الكثير حسنا بالنسبة لدواعي استعمال راني تيدين يستعمال الدواء في علاج أمراض المعدة المتمثلة في قرح الاثنائي عشر مرض ارتجاع المريء الذي يحدث بسبب زيادة إفراز المعدة للعصارة المعدية العادمة يخفف حالات الالتهاب المريء المتأكل علاج زيادة إفراز العصارة المعدية علاج قرح الاثنائي عشر الحادة يخفف من التهابات المريء ويشعر المريء بتحسن خلال يوم واحد من بدء العلاج بجرعة 150 ميلي كرام يساعد على التئام قرح المعدة في مدة أقصر غالبا في خلال شهر ونصف من بدء العلاج يخفف مناء الآلم الذي يحدث في مقدمة الصدر مرافقا لارتجاع أحماض غبراء عبر المريء عكس اتجاهها الطبيعي أو بسبب تناول أطعمة حمضة أو الإصابة بمرض عصر العظم أيضا يستخدم مع مجموعة مناء الأدوية علاج أمرض المعدة وذلك في علاج رطومة المعدة والتخلص منها نهائيا بالنسبة لبعض موانين استعمال يجب عدم استعمال الدواء في حالة جعطة بتحصص مفرد في البشرة أو تهيوج في المعدة أثناء تناول الدواء ورجوعي إلى الطبيبي في أقرب فرصة أخبر طبيبك إذا كنت مصابا بأمرض في الكبد أو الكيريا أو كنت مصابا بمرض بورفيريا يجب عدم استخدام الدواء في حالة الحمل أو الرضاعة أو كنت تخطط للحمل قريبا قبل إخبار طبيبك بذلك بالنسبة لبعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء العلاج فنجد الحمل فهو ينتمي إلى نسبة السلامة بأثناء العمل وحتى الآن يجب أضرر تحدث لجنين بسبب تناوله لكن يجب أرجعه للطبيب قبل البدء في تناول الدواء في حالة كنت حاملا بألف عالي أو تفكرين في ذلك أو ترضيعين طفلك لضاعة طبيعية فقد أثبتت الدراسات أن مادة الرانيتيتين تفز من حالة الأم للطفل الرديع لذا يفضل عدم استخدامه أو أرجع للطبيب أول لإستشارته حول الأمر هنا نجد سرطان المعيدة قد يحدث تناول الدواء ألم في المعيدة والتهاب آت أو ألم مصاحب لارتجاع العصارة المعيدية في المرئ سيعمل الدواء على تخفيف الأعراض لكنه في الوقت نفسه لا يعالج سرطان المعيدة لذا يسؤخر من عمل تشخيص المرض وعلاجه لذا من الأفضل إخبار طبيبك حول كل الأعراض التي تشعر بها لأن ذلك سيساعده إلى تشخيص المرض بصور أدق وقد ينصح الطبيب بعمل فحص للمعيدة لتأكد من عدم وجود أورام قبل بدء تلقي العلاج استعمال الدواء لمدة طويلة قد ينقص من نسبة فيتامين با المركب وخاصة فيتامين با 12 مما يحتاج إلى تقليل النسبة في حالة اختلت النسبة أو أصيبت الشخص بأمراض في الكلا يجب إخبار طبيبك إذ كنت مصابا بأمراض الكبد يفضل عدم استعمال الدواء إن كنت مصابا ببارض البرمالية حيث يزد من خطر حدود نوابات ما الأعراض الجانبية لدواء راني تيدين فنجد من بين الأعراض فأولا يوجد ألم في الرأس وصرعة الإنفعال والتوتر حدودها الوساء سمعية أو بصرية لإصابة بالاكتئاب إحمرار البشرة مع الحكة أو ظهور خلايا النحل إحمرار الوجه والشفتين واللسان زيادة حجم التدي لدى كلا من الرجال والنساء صعوبة التنفس تقشر أو جفف البشرة في ذلك لعب الفم الإصابة بنزف غير طبيعي أو ظهور كدمات في الجسم الشعور بالتعب حدود قيء تغير لون الجد أو إسفراره بالنسبة لأطار جانبي أقل حدة الإصابة بإمساك أو إسهال وأيضا الشعور بدوار عدم القدرة على التركيب فنحب أن ننويها في الأخير أعزائي المشاهدين أن كافة المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات ليست بديل عن زيارة الطبيب المختص لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون رجوع إلى الطبيب أعزائي المشاهدين كان هذا هو دوعي استعمال دواء رانيتين أدعوك للإشتراك في القناة لكي ينسلك كل جديد ورجاء إذا عملي بالتقطع على زر لايك فهي تأني لي الكثير شافاكم الله